موسيقى حياكم الله نبدأ مع أخبار النشامة حيث تلقى اتحاد كرة القدم موافقة نظيره القطري لإقامة مباراة ودية تجمع المنتخبين في الدوحة يوم الثامن من أكتوبر القادم وتأتي المباراة التحضيرية على هامش تحضيرات المنتخبين للقاءات الدور الرابع والحاسم للتصفيات الأسوية المؤهلة لنهائية كأس العالم وستقام هذه المباراة أيضا على هامش المعسكر التدريبي الذي اعتمده الجهاز الفني للمنتخب الأردني في الدوحة والذي يسبق توجه إلى مسقط لخوض مباراة الجولة الخامسة وهو الأمر الذي اعتبره الجهاز الفني ملائما للغاية وخصوصا أن مباراة الجولة السادسة المقررة يوم الرابع عشر من نوفمبر القادم ستجمعه مع شقيقه العراقي في الدوحة ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مباراة المنتخب مع نظيره العراقي ويشهد مقر الاتحاد اجتماعات لعدد من لجانه والتي تم إعادة تشكيلها من جديد خلال الجلسة الأخيرة للهيئة التنفيذية وسيتم البحث بآلية تسويق مباراة الأردن والعراق في افتتاح مباراة المنتخب الوطني في الدور الرابع من التصفيات الأسوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي ستقام على السادة عمان يوم الثاني من حزيران يونيو المقبل حيث يقدم مهند محادين مدير دائرة التسويق والاتصال شرحا حول المستجدات المتعلقة باستحداث مقر خاص لعرض ملابس المنتخب الوطني في السيتي مول بهدف المباشرة بعملية تسويق الزيء الرسمي للمنتخب إلى جانب بحث ترتيبات الحفل الختامي لجائزة المناصر ويصل إلى عمان يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري مدير المنتخب الأسترالي لكرة القدم غاري موريتي وذلك للقاء المسؤولين في اتحاد كرة القدم بهدف بحث ترتيبات مباراة الأردن وأستراليا في الدور الرابع من التصفية الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وسوف يلتقي غاري مع أسامة طلال مدير المنتخب الوطني ويطلع على طبيعة أرضية أستاذ عمان والذي سوف يشهد أول مباراة دولية تجمع المنتخب الوطني مع نظيره الأسترالي والتي ستقام يوم الحادي عشر من أيلول القادم إلى جانب تفقد الفنادق التي سيتم اعتمادها ليقامة بعثة المنتخب الأسترالي والوفد الإعلامي ووجه المدير الفني لمنتخب الشباب لكورت القدم جمال أبو عبد الدعوة إلى 27 لاعبا لحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس المقبل في مقر اتحاد كورت القدم تمهيدا لبدء التدريبات اعتبارا من يوم السبت القادم على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب وينتظر أن يشتمل برنامج لأعداد خوض العديد من المباريات الودية تأكد منها مبارتان أمام المنتخب السوري فيما خاطب الاتحاد العديد من الاتحادات بهدف تأمين العديد من المباريات تاهبا لمشاركة المنتخب في كأس العرب للشباب التي يستضيفها الأردن خلال الفترة من الرابع حتى الثامن عشر من تموز يوليو المقبل بمشاركة 12 منتخبا عربيا وأكد نادي اليارموك لكرة القدم بأن إدارة النادي تلقت اتصالا هاتفيا رسميا من إدارة النادي الفيصلي السعودي مبدية فيها الرغبة في تقديمه عرض احترافي لإضام اللاعب ياسين البخيت المحترف حاليا مع فريق التعاون السعودي وكانت إدارة نادي اليارموك أخطرت إدارة الفيصلي السعودي بأنها لا تمانع في احتراف ياسين في حال كان العرض المقدم يصب في صالح اللاعب أولا ثم النادي جدير بالذكر بأن ياسين البخيت احترف مؤخرا مع نادي التعاون السعودي على سبيل الإعارة في أول تجربة احترافية له وقدم أداء لافتا للغاية مثل ما سبق أن قام المدير الفني للمنتخب الأردني العراقي عدنان حمد أن استدعاه للالتحاق بصفوف منتخب النشام ويتجمع المنتخب الوطني لكورتسالا عقب انتهاء الدوري الممتاز مباشرة تمهيدا لبدء التدريبات ومرحلة الإعداد تحضيرا للمشاركة في بطولة غرب أسيا وملحق التصفيات الأولمبية الأمريكي توماس بالدوين مدرب المنتخب قدم قائمة أولية تتضمن 24 لاعبا مشيرا إلى أنه سيتم تقليسها بالتشاور مع الجهاز الفني إلى 16 أو 18 لاحقا تصفيتهم إلى 12 لاعبا وأوضح أن تركيز بالدوين انصب خلال الفترة الماضية على الإشراف على إعداد منتخبات النشئين والشباب إلى جانب رصد مباريات الدوري الممتاز لاختيار اللاعبين المميزين وكشف أن القائمة لا تضم اللاعب المجنس راشم رايت الذي سيتم تحديد وضعه مع المنتخب لاحقا مبينا أن موضوع استقطاب مجنس آخر لم يحسن بصورة نهائية بعد ويرعى سمو الأمير فيصل ابن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية صباح يومي غد في مقر السفارة البريطانية في عمان حفلة رفع علم دورة الألعاب الأولمبية في لندن والذي تنظمه السفارة في هذه المناسبة يذكر أن السفارة البريطانية في عمان قد نظمت عددا من الفعاليات الترويجية بمناسبة استضافة دورة الألعاب الأولمبية إلى ذلك من بينها إطلاق الساعة الأولمبية ووجه سمو الأمير فيصل ابن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية ومؤسسة مبادرة أجيال السلام خطابا إلى اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية في العاصمة الروسية موسكو تحدث فيه عن التقدم الذي أحرزته أجيال السلام خلال خمس سنوات مشيرا إلى تطور رؤيته منذ تأسيس الهيئة لتصبح حقيقة خلال هذه السنوات ويطمح الأرثوذكسي المتصدر لمواصلة سلسلة انتصاراته ويواجه كفوريوبا في قاعة جامعة العلوم التطبيقية في هذه الأثناء تحديدا ضمن الجولة الخامسة للمرحلة الثانية المربع الذهبي للدوري الممتاز لكرة السلة ويتطلع العلوم التطبيقية حامل لقب للانفراد في المركز الثاني وقطع خطوة أخرى على طريق التأهل للنهائي عندما يقابل الرياضي أراميكس بعد نحو ساعة من الآن في قاعة إيميل حداد في النادي الأرثوذكسي وبدأ المنتخب الوطني للرجال للتنس مشواره في تصفيات كأس ديفيز لمجموعة التصنيف الأسيوي الرابع التي تقام مبارياتها في العاصمة القطرية الدوحة ووزعت المنتخبات العشرة المشاركة على مجموعتين بحسب نتائجها في تصفيات العام الماضي فوضع الأردن على رأس المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه كل من قطر وسنغفورة ومانيمار وكمبوديا ويمثل المنتخب الوطني ثلاثة لاعبين هم فواز حوراني ويزن أبو دية وسيف عدس وسيدفعون بكامل قواهم لتحقيق الفوز في مبارياتهم الأربع في الدور الأول الذي يجري بطريقة الدور الكامل ذهابا وإيابا ووفق النظام البطولة يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي وأعلن متسلق الجبال مصطفى سلامة عن استعداده لرحلة التسلق الخطيرة والتي تسمى جبل هرم كارستانس الذي يقع في أعلى جزيرة في غينيا الجديدة التي تعتبر أعلى قمة في القارة الأسترالية وعرض سلامة في مؤتمر صحفي مسيرته في رياضة التسلق كما تم تكريمه من قبل جلالة الملك وسمو الأمير علي بن الحسين سابقا وعن السباق المقبل قال سلامة أن عملية التسلق تتضمن تسلق الصخور من الدرجة الخامسة على قمة جميلة من الحجر الجيري والتي تعد إطلال من هذه القمة الغامضة على الأدغال والمحيط الهندي الأزرق وهي تجربة مميزة وفريدة من نوعها القمة التي ستلقها إن شاء الله هي في القارة الأستراليزية هذه أهميتها أنه زي ما بتعرف أنا تسلقت هم سبع قمم في العالم أو سبع قرات خلصت ست قرات طلت عليه قرية واحدة اللي هي القارة الأستراليزية القارة الأستراليزية الجبل راح يكون موجود بين أستراليا وإندونيجيا بجزيرة اسمها جاية ارتفاع الجبل تقريبا 16 ألف قدم أهمية الجبل أخذت أنا فترة تقريبا تلت سنين عبين ما أتدربوا لأنه جبل صخري راح يكون صعب جدا هسا بالنسبة للأردن راح يكون إنجاز كبير برا راح يكون أنا طبعا من الناس القلائل اللي تسلقوا أعلى قمة في كل قارة راح يكون طبعا أول أردني وراح كمان يكون إنجاز رياضي أكتر ما هو كمان مونتنز وافتتحت في صلاة أمير راشد لرياضات الدفاع عن النفس بطولة الأندية العربية السادسة للووشو كونغ فو ويشارك فيها عشرين فريقا يمثلون تسعة دول وتستمر منافساتها حتى يوم الخميس المقبل واجتمل الحفل على عروض رياضية لقوات الدرك والمنطقة العسكرية الوسطى والمنتخب الوطني للكونغ فو فيما أدت فرقة أمانة عمان الكبرى مجموعة من الفقرات الوطنية الفلكرورية التي تفاعل معها الحضور الجمهيري الكبير وشهد نفس المكان صباح اليوم الانطلاق الرسمية للمنافسات بإقامة الدور التمهيدي لفعاليات الأساليب والباندة وكانت قد جرت قبلها عملية القرعة والوزن والفحص الطبي لللاعبين المشاركين في البطولة أكد عدد كبير من السائقين الأردنيين مشاركتهم في السباق السرعة الثاني والذي سيقام برعاية سمو الأمير فيصل ابن الحسين الرئيسي هيئة المديرين في الأردنية لرياضة السيارات على حلبة ناد السيارات الملكي يوم الجمعة المقبل ويشارك في السباق أيضا عدد من السائقين من فلسطين والذين باتت مشاركتهم دائما وفاعلة وتضفي على السباقات جوا من المنافسة والندية كما أعلن العديد من المتصابقين التحدي لنيل لقب السباق وتسجيل موقع متقدم على لائحة البطولة التي مضى من عمرها جولة واحدة فقط وبقيت منها خمس جولات ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتصابقين مع بقاء يومين من نهاية المهلة القانونية للتسجيل وظفر بلقب السباق الأول المتصابق المخضرم رامي كاغدو وحل بلال الكردي ثانيا وزيد دهشان ثالثا موسيقى موسيقى وانتم أصدقائي تهيئا يمنون هيمنة كاملة على قلوبنا إلى هنا تايم آوت تابعوا كل التفاصيل الرياضية عبر صفحتنا على الفيسبوك رؤيا سبورت أو راسلونا على الإيميل الذي يقفز أمامكم دائما ثلاثة أشياء أتمنىها لكم في هذا الثلاثاء حب وسعادة ومغامرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة